أعطت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على سعيد إقليم تونات دفعة جديدة لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وخصوصا في وضعية إعاقة ذهنية وتم إلى عناية خاصة بهذه الفئة من قبل اللجنة الإقليمية للمبادرة التي وضعت الرأس مال البشري في قلب أولوياتها ما فتأت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تولي أهمية قصوى لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة وذلك بهدف صون كرامتها والمساهمة في اندماجها في المجتمع وفي هذا الإطار فقد عملت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات على إنجاز مجموعة من المشاريع والعمليات وذلك بناء على دراسة شخصية لواقع الإعاقة بالإقليم هذا المركز تنشأ في 2016 بدأت الخدمة دياله في 2016 تنشأ من طرف إطار مبادرة الوطنية للتنمية البشرية الدعم دياله من تجهيز دياله ودعم دياله تأثير المربيات والأطر التربوية والشيب الطيبية بالمركز من طرف التعاون الوطني انطلقنا بواحد اللائحة اللي كانت تقدم 30 مستفيد مع مرور سنوات وصلنا دياله 72 مستفيد بينهم 32 طفل دياله توحد و15 دياله ثلاثة دياله سبغي وثلاثة دياله شلال دماغي والبقية دياله تأخير دهني يعتبر مركز بسمة الأمل للأطفال في وضعية إعاقة ذهنية بتونات إحدى المشاريع النموذجية التي قادتها المبادرة على مستوى الإقليم وتتولى هذه البنية ذات الطابع الاجتماعي والتربوي التكفل بالأشخاص في وضعية صعبة ومكافحة الهشاشة بشكل عام وحماية الأشخاص المعاقين من خلال تسهيل اندماجهم الاجتماعي مؤسسة التعاول الوطني تساهم في هذا المركز منحة التأطير السنوية التي تتهم الأطر للتربية الخاصة وأطر شبه الطبية كما تعمل مؤسسة التعاول الوطني على تقديم مجموعة من الخدمات من بينها تكوينات لهذه الأطر المختصة من خلال برنامج رافق والتي شملت 36 إطار وفي المستقبل 18 إطار هذه السنة تم برمجاتها في المجموع الأطر التي تستفيد من هذا البرنامج رافق هي 54 بالإقليم وتم إنجاز مركز الأمل في إطار شراكة بين اللجنة الإقليمية للمبادرة والمجلس الإقليمي والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني والمديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة ومندوبية وزارة الصحة وجماعة تونات وجمعية جسور الأمل للتضامن والتنمية البشرية المكلفة بتدبير المركز ترجمة نانسي قنقر